تنوعت ألوان الإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم قصت قلوب المشركين فقصوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يدعوا لا أسلوب ولا طريقة إلا سلكوها تفننا في إذائه صلى الله عليه وسلم فجمعوا بين الإذاء النفسي والمعنوي والجسدي في الوقت اللي كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حريص أشد الحرص على إيمانهم وإنقذهم بينما هم يتفننون في إذائه صلى الله عليه وسلم كانوا بيسخروا من النبي ويستهزئوا بي وبالمؤمنين ويهمزون ويلمزون ويشيعون في الناس أنه إنما أنزل عليه القرآن ليشقى لينفروا الناس من دعوة الحق وتعددت ألوان الإذاء كل دي الأجواء اللي بنقولها وقت نزول طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى من الإذاء الشديد الجسدي اللي تعرض للنبي عصر والسلام لما أراد عقبى بن أبي معين إنه يخنو النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه شقي هذا الرجل الشقي الذي أراد إنه يخنو النبي بثوبه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم دفعوا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم كذلك ألقى المشركون على ظهره الشريف بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وهو بيصلي عند البيت الحرام سلا جزور سلا جزور أو بعيد الجزور اللي هو من الإبل الذي يجزر يقطع اللفافة اللي بتكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيوانات هي دي يعني اللي احنا بنقول عليها المشيمة خدوها كان عندهم ضبيحة لبني فلان وأغرى بهم أبو جهل فقال ألقوها بين كتفي أثناء صلاته وتن النبي عليه الصلاة والسلام ساجد وهذا السلى على ظهره الشريف حتى أن عبد الله بن مسعود قيل أنه هو من أعلم السيدة فاطمة وكانت ما زلت يعني صغيرة فتاة صغيرة وجاءت وأماطت هذا الأذى عن أبيها رضي الله عنها ومن إذاء المشركين لحضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إن اجتمعت كلمة كفار قريش على النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت من سدنة وطلبت قريش إنها أن يسلموا أن بني هاشم يسلموا النبي عليه الصلاة والسلام لهم والقصة ليها مغزى ومعنى بيوضح مدى الإيذاء في تعذيب النبي صلى الله عليه وسلم وإيذائه ولكن الله سبحانه وتعالى ناصره صلى الله عليه وسلم اشترك دلوقتي وتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجة تفوتك